سمحت لي فخامة الرئيس الحديث شيق معك بإمكاننا يعني إضافة المزيد من الوقت أنا لا عندي مشكلة وهذا شرف لي وبالطبع الحضوري أيضا يودون استسماع منك أكثر أود الحديث عن مبدأ الشفافية أنت ربما تتصل حتى في برنامج يحظى بمتابعة من كافة شرائح المجتمع توجه مسؤول تتحدث عن ميزانيات عن أرقام بشكل دقيق هذه الشفافية إلى أي درجة بالفعل تصل إلى الشارع المصري تطمن الشارع المصري من هذه التحديات ولعل الأخيرة المتعلقة بالاقتصاد فخامة الرئيس طيب أنا عايز أقول لك أن الشكل ده من التواصل على مدى الفترة دي كلها فصل شكلت مش فكرة أنه حالة وعي زادت ودي زادت لكن أنا عايز أقول في حالة من الثقة تولدت بين الشعب المصري وبين الحكومة والقيادة ومعي شخصياً وأنا عايز أقول لك برده فصل فرامي تكلمني فيها اللي بتعامل دلوقتي بقاله تمن شهور أو سنة هو محاولة للعبس في الحتة دي في المساحة دي مساحة الثقة مساحة إيه؟ الثقة اللي موجودة من الكذب والإفتراء والإدعاءات وحاجات أخرى كتير أنا عايز أقول لك ده بيتعامل دلوقتي ليه؟ لأنه هو طب فين الكتلة الصلبة اللي موجودة في الدولة المصرية؟ هي الحكومة والقيادة طب نعمل إيه بقى؟ وهو الإرهاب ما نفعش يا أفصل الإرهاب في مصر فشل والحمد لله رب العالمين خلصنا منه أصبح منه دفعنا تأمن كبير دم أبنائنا وشعبنا لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عادة هم هم هيسبونا كده؟ هيسبونا كده؟ لا فالنهاردة بيتم العبس في المساحة اللي بين القيادة وبين الناس عشان يعملوا فيها خلخالة